حديث الحقيقة ومنطق الإنصاف هذا هو الجزء الثالث من عنواننا في هذه الحلقات لازال الكلام جواباً على ما تفضل به الأخ الفاضل من مصر لا أريد أن أعيد حكايته في حيرته ما بين السنة والشيعة مر الكلام في ذلك ومر الكلام في أن القرآن تحدث فيما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله عن ثلاث مجموعات مجموعة الصحابة مدحت وذمت مجموعة نساء النبي مدحت وذمت مجموعة القرابة مدحت فقط والحال هو هو في الأحاديث إنني أتحدث عن الأحاديث الصحيحة في الكتب الصحاحي عند السنة وقد عردت ما عردت من الأمثلة والنماذج بين أيديكم في الحلقة الماضية وأعتقد أن الصبح بان لذي عينين القضية واضحة ما بين الكتاب الكريم وبين الأحاديث الصحاح في صحاح كتب القوم العترة معصومة إنني أخاطب المنصفين أخاطب كل ذي علم وذي إنصاف ما تقدم عرضه في الحلقتين الماضيتين يصلنا إلى هذه النتيجة القربى العترة أهل البيت مدحوا في القرآن ولم يذموا ومدحوا في الأحاديث الصحيحة في صحاح الكتب عند السنة ولم يذموا والأحاديث المادحة مع الآيات المادحة يتحقق من خلال كل ذلك ثبوت العصمة الكاملة لهم وثبوت العلم الكامل لهم ومن هنا فإنهم هم الأمناء على الدين وأهل الدين وهم الأمناء على القرآن وأسرار القرآن والذي لم تتضح له الصورة لعدم دقته في متابعة الحلقتين الماضيتين أتمنى عليه أن يعود إلى الحلقتين الماضيتين ويتمعنا فيهما شديد التمعن إذا كان يتعامل مع الأمر بإنصاف وببحث عن الحقيقة بعيدا عن الموروث المجتمعي وبعيدا عن الروابط الأسرية المذهبية وبعيدا عن مخلفات الواقع الذي يعيش فيه سيرى الحقيقة جلية واضحة بينه نذهب إلى فاصل في المكتبة السنية وفي أهم كتبهم هناك الكثير والكثير من الحقائق والتي لا يستطيع السنيون أن ينكروها إلا أنهم لا يقفون عندها لماذا لا يقفون عندها ولا يطيلون التأمل والتفكر فيها لأنهم يخافون من عاقبة الأمر ولذا يقفزون عليها كي لا يرتب الآثار النفسية أولا الوجدانية أولا والعملية ثانيا فكتب المكتبة السنية مشحونة بالحقائق بعيدا عن الشيعة وما يقولون سأنقل لكم صورا إنني أخاطب الباحثين عن الحقيقة من السنة ومن الشيعة على حد سوى سأنقل لكم صورا حقيقية من بطون كتب القوم السنيون يقفزون على هذه الصور لا يقفون عندها ولا يرتبون أثرا نفسيا ووجدانيا ولا يرتبون أثرا عمليا بخصوصها وهذا هو سبب ضلالهم لا أتحدث عن علماء السنة أولئك يكون الحديث مختلفا معهم الحال هو هو عند الشيعة الطوسي لا شأن لنا بالشيعة الطوسيين أعود إلى هذه الصور الصورة الأولى الصورة الأولى موجودة في صحيح البخاري وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري توفي سنة 256 للهجرة كما هو معروف كتابه فرض الخمس الباب الأول باب فرض الخمس صفحة 548 في الحديثين 3092 و3093 بسند البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة عليها السلام عليها السلام موجودة في صحيح البخاري إنني أقرأ النص كما هو أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدق فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت هل أبو بكر أعلم من فاطمة أبو بكر من مجموعة الصحابة الذين مدحوا وذم ومرت الآيات التي قرأتها عليكم في الجزء الأول من هذه الحلقات حيث تلوت عليكم من الكتاب الكريم الآيات التي تحدثت عن أسئلة الصحابة والتي تكشف عن قليل علمهم وعن قليل عقلهم في الوقت نفسه عندهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما سألوه إلا أسئلة محدودة فقارنوا هذا مع علي الذي يقف في الناس ويقول لهم كلمة لا يستطيع أحد أن يقولها إلا هو سلوني قبل أن تفقدوني أين هذا من هذا ما عند علي عند فاطمة بحسب آيات المودة والمباهلة والتطهير بحسب الأحاديث الصحيحة التي جمعت بين الكتاب والعترة من دون أن يتفرق حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على الحوت فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر لو كان أبو بكر على حق هل تهجره فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين في الدنيا وسيدة نساء الجنة في الآخرة نحن نقرأ في كتاب فضائل أصحاب النبي إنه الباب الثاني عشر باب مناقب قرابة رسول الله صفحة ستمية وستة وخمسين بعد العنوان مباشرة إنه قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفي الحديث 3714 عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني هذا الكلام في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله فمن أغضبها أغضبني فغضبت فاطمة بنت رسول الله هذا هو البخاري هو الذي يثبت هذه المضام فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت هل كانت فاطمة كاذبة هل كانت فاطمة جاهلة هل كانت فاطمة لا تعرف الموقف الشرعي من الميراث أو مما ترك رسول الله هل كان النبي يعلم أبا بكر ولا يعلم عليا وفاطمة هل هذا الكلام منطقي فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني إنني أقرأ من البخاري نفسه ومن كتاب المغازي من كتاب المغازي من الباب الأربعين باب غزوة خيبر صفحة سبعمية وخمسة واربعين الحديثان أربعة آلاف ميتين واربعين أربعة آلاف ميتين وواحد واربعين بسنده بسنده بسند البخاري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام هذا في صحيح البخاري أنني أقرأ نص الحديث أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله فهل كانت فاطمة التي هي سيدة نساء الجنة تريد أن تعمل بخلاف ما كان يعمله رسول الله فاطمة التي هي أم أبيها فاطمة التي هي روح محمد التي بين جنبيه فاطمة التي من أغضبها فقد أغضب محمدا صلى الله عليه وآله ومن آذاها فقد آذا محمدا قرأت هذا الحديث عليكم في الحلقة الماضية من صحيح مسلم يؤذيني ما آذاها هكذا قال صلى الله عليه وآله بحسب رواية صحيح مسلم يؤذيني ما آذاها فأبا أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت وجدت إنها غاضبة واجدة غاضبة لكن البخارية يحاول أن يستعمل الألفاظ التي تخفف من قوة الصورة فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا لماذا لأنها هي التي أوصت بذلك ما أرادت أن تصلي هذه الأمة عليها لقد هجرت هذه الأمة فاطمة خرجت من الدنيا غاضبة على هذه الأمة ومن غضبت عليه فاطمة فإن رسول الله قطعا سيكون عليه غاضبة فلما توفيت دفنها زوجها علي الليل ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها لم يؤذن بها أبا بكر لم يخبر بخبر وفاتها وما صلى عليها وهو الخليفة ما صلى عليها لأن فاطمة هي التي أوصت لا تريد من هذه الأمة ابتداء من أبي بكر وانتهاء بآخر واحد من هذه الأمة ما كانت فاطمة تريد أن يصلي عليها أحد من هؤلاء صلى عليها علي في جمع قليل رواياتنا ذكرت أسماءهم لا أريد أن أخوض في التفاصيل سأبقى بحدود هذه الصورة التي أنقلها لكم من صحيح البخاري كتاب الفرائط الباب الثالث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نور ما تركنا صدقة هذه من أكاذيب سقيفة بن ساعد لكنني لا أريد أن أناقش هذه الأكاذيب إنما أنقل لكم هذه الصورة الحديثان ستالاف سبعمية وخمسة وعشرين ستالاف سبعمية وستة وعشرين الكلام هو هو فاطمة تطالب أبا بكر بحقوقها فرفض أبو بكر أن يعطيها حقوقها فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت هذا هذا هو موقف فاطمة أنا أسأل السنيين هذا الموقف من فاطمة كان صحيحا أم لم يكن صحيحا إذا كانت فاطمة سيدة نساء العالمين في الدنيا وكانت سيدة نساء الجنة في الآخرة بحسب أحاديث البخاري وإذا كانت فاطمة إذا ما غضبت فإن رسول الله سيكون غاضبا وإذا كان الذي يؤذي فاطمة يؤذي رسول الله وإذا كانت فاطمة هي عين القلادة في آية التطهير وهي العنوان الأول في القربة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وهي التي باهل النبي الأعظم بها مع أهل بيتها أبناء وأبناء أبناء إنهما ابن فاطمة حسن وحسين ونساء أنا ونساءكم إنها فاطمة إنها الزهراء إنها أم أبيها إنها روح محمد التي هي بين جنبي هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله وأنفسنا وأنفسكم إنه علي فحينما كان موقف فاطمة من أبي بكر هو هذا من هو الذي على الحق أبو بكر أم فاطمة بعيدا عن التعصب للتسنن والتعصب على التشيع الذي يحدثكم يرفض تشيع النجف ويكفر بتشيع النجف ويكفر بالتشيع الطوسي من أوله إلى آخره مثلما أكفر بما جاء عن الصحابة أكفر بما جاء عن المراجع الطوسيين المجموعتان تخالفان دين الله الحقائق بين أيدينا واضحة واضحة جدا في هذين الحديثين العباس جاء يطلب ميراثه من رسول الله وفاطمة جاءت تطلب ميراثها من رسول الله يطالبان أبا بكر وأبو بكر يقول من أن النبي قال لا لا نورث افتراء على رسول الله في الباب نفسه صفحة 1191 رقم الحديث 6730 بسند البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسأنه ميراثه فقالت عائشة أليس قال رسول الله لا نوره ما تركنا صدق العباس لا يعرف بهذا الأمر فاطمة لا تعرف بهذا الأمر علي لا يعرف بهذا الأمر لأنه شهد لفاطمة الحسن والحسين لا يعرف بهذا الأمر خواص الصحابة من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذار لا يعرف بهذا الأمر نساء النبي لا يعرف بهذا الأمر هذا أمر خاص بأبي بكر هل هو من أسرار اللاهوت كيف أن كل هؤلاء لا يعرف هذا الأمر ولا يعرف حكم الميراث هل هذا الكلام منطقي هذه حقائق السنيون يقفزون عليها بالضبط مثل ما يفعل أتباع المراجع الطوسيين أتباع المراجع الطوسيين يسمعون الحقائق من قناة القمر من المصادر وبالوثائق ويجدون حقيقتها بعقولهم إذا كان عندهم من عقول لكنهم يرفضونها يرفضونها لأنها تسيء إلى صورة عجلهم إلى صورة صنمهم ما إن يتحدث متحدث من عمائمهم ولو كان يضرط من فمه يقبلون كلامه ويعتبرونه وحيا فيما بينهم وبين أنفسهم لا يصدقونه لكنهم يجدونه يحافظ على صورة عجلهم وعلى صورة صنمهم الحكاية هي الحكاية مع السنيين الحقائق واضحة أدنى تأمل يوصل الإنسان إلى الحقيقة لكنهم لا يريدون شيئا يسيء إلى صورة عجولهم يسيء إلى صورة الأصنام التي يقدسونها الحكاية هي الحكاية ضلال السنيين بالصحابة كضلال الشيعيين بالمراجع الطوسيين اللعنى الحكاية هي الحكاية سلمنا من أن النبي قال لا نور ما تركنا صدق والرواية تنقلها عائشة تحتج على نساء النبي حينما أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله هكذا قالت عائشة أقالت هذا أم لم تقل بحسب البخاري قالته عائشة صفحة صفحة 1293 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إنه الباب السادس عشر باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة إلى آخر العنوان العنوان طويل صفحة 1293 رقم الحديث 7328 وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أتفن مع صاحباي على أي أساس تستأذن عائشة إذا كان النبي لا يورث على أي أساس تستأذن عائشة في قضية التصرف ببيت رسول الله عائشة بقيت في بيت رسول الله فعلى أي أساس تستأذن عائشة أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أتفن مع صاحباي يعني مع رسول الله وأبي بكر فقالت إي والله أذنت له قال الذي يقول هشام عن أبيه وكان الرجل من الصحابة وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا هل هي مالكة لهذا المكان كيف ملكت المكان هذا البيت لرسول الله كيف ملكته عائشة وهي التي تتصرف فيه ألم يقل أبوها وهي أيضا قالت من أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة ما هو هذا الذي كان يجري على أرض الواقع بيت النبي بحسب القرائن التأريخية بحسب القرائن التأريخية مساحته لن تكون أكثر من 300 متر 300 متر مربع هذه الحاسبة 300 متر مربع نساء النبي زوجات النبي عددهن تسع والنبي توفي وعنده بنت فاطمة فسهم الزوجة في الميراث مع وجود البنت هو الثمن نقسم 300 على ثمانية 300 تقسيم ثمانية الناتج 37 فاصلة خمسة متر مربع نقسم هذا المقدار على تسعة فعدد نساء النبي تسع تقسيم تسع حصة الواحدة أربع أمتار فاصلة واحد هذا هو التسع من الثمن لما جاء الحسين وبن هاشم بجنازة إمامنا الحسن بعد أن قتل مسموما إلى مسجد النبي عائشة رفضت وقالت لا أدخل أحدا في بيت هذا بيت ابن عباس عبد الله ابن عباس ماذا قال لها وكانت قد خرجت وقطعت الطريق على بني هاشم راكبة على بغلة ابن عباس هكذا قال لها يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت تبغلت تجملت في واقعة الجمل والآن أنت تركبين البغلة تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت وربما في يوم من الأيام ستأتيننا على فيل ولو شئت تفيلت لك التسع من الثمني وبالكل تملكت لك التسع من الثمني الجميع كانوا يعرفون من أنها تملكت فكيف تملكت الدليل هذا عمر يطلب الإذن منها كيف تملكت والنبي بحسب ما قال أبو بكر وقالت هي أيضا حينما أردنا نساء النبي أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثه من رسول الله فكيف تملكت بالكل حتى إذا افترضنا أن مساحة بيت النبي كانت خمسمائة ماتر ولم تكن كذلك بحسب هذه الفرضية خمسمائة متر مربع نقسمها على ثمانية لاستخراج الثم حصة الأزواج 62.5 متر مربع نقسم هذا على تسعة فعدد نساء النبي تسع حصة الواحدة 6 أمتار فاصلة تسعة هذه المقادر حتى لا تكفي لنومها فكيف تحكمت بالبيت كله ومنعت أن يدفن الإمام الحسن في بيته هذا بيت فاطمة وينتقل إلى أولادها بعد استشهادها بعد أن قتلت فاطمة فميراثها ينتقل إلى أولادها وزوجها إلى علي والحسن والحسين وزين أليس هكذا هي الأحكام إذن كيف تملكت عائشة ولم تتملك فاطمة من هو الظالم ومن هو المظلوم يا أيتها الأمة الظالمة هذه فاطمة هذه فاطمة هذه البنت الوحيدة لنبينا صلى الله عليه وآله هذه أم أبيها هذه سيدة نساء الجنة هذه التي من آذاها فقد آذا رسول الله هذه صورة موجودة في البخاري فأنا لا أقرأ من كتاب شيعي ولا من كتاب من كتب الخوارج ولا من كتب البوذيين هذا صحيح البخاري هذه النصوص موجودة في صحيح البخاري لماذا تخفزون على الحقيقة هذه الصورة أين تضعونها نذهب إلى فاصل أصورة أثانية من صحيح مسلم ومن صحيح البخاري أيضا هذا هو صحيح مسلم طبعة دار صادر بيروت لبنان هذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي مسلم توفي 261 للهجرة كتاب الجهادي والسيار الباب الخامس عشر باب حكم الفي صفحة 674 رقم الحديث 4593 بسنده بسند مسلم عن الزهري حديث طويل في هذا الحديث العباس ابن عبد المطلب يقول لعمر واصفا أمير المؤمنين عليا فهل تصدقون هذا فقال عباس يا أمير المؤمنين أقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن العباس ابن عبد المطلب يصف علي بهذا الوصف هذه إضافة واضحة الحديث طويل أنقلوا الكلام الذي قاله عمر بنفسه عن أبي بكر وعن نفسه ماذا يعتقد العباس وعلي أمير المؤمنين بأبي بكر وبعمر ولا شأن لي بالعباس ابن عبد المطلب العباس ابن عبد المطلب على خير لكنه ليس من أهل المودة الواجبة مودته مستحبة مندوبة لا يمكننا أن نقايسه بالحمزة وجعفر العباس على خير ممدوح لكنه لا يمكن لنا أن نقايسه بالحمزة وبجعفر أتحدث عن الطيار ليس الكلام الآن عن العباس ماذا يقول أمير المؤمنين عن أبي بكر وعمر برواية عمر هذا الحديث عن عمر عمر يقول فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله فجئتما يخاطب العباس وعليا فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركنا صدق فرأيتما هذه عقيدة العباس بن عبد المطلب وعقيدة أمير المؤمنين ولا شأن لنا بالعباس وما يقول حديثنا عن علي فعلي هو من أهل البيت وعلي هو من العترة وعلي هو من القربة الذين مودتهم واجبة فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا هذا هو موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أبي بكر لما قال عمر لعلي من أنك هكذا تعتقد بأبي بكر ما قال لا ما قال لا ولا اعتذر عن هذا لأن موقف علي من أبي بكر هو هذا أنني أقرأ من صحيح مسلم أنا لا أقرأ من كتاب شيعي والذي يتحدث هو عمر فرأيتما في أبي بكر أو تريدون أن تأخذوا قول علي في أبي بكر بالنسبة لي فأنا أعتقد بقول علي في أبي بكر هذا علي هذا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم أحرار ومر الكلام علينا فيما ورد في الصحابة وما ورد في نساء النبي وما ورد في القربة العنوان الأول في أئمة القربة علي ثم توفي أبو بكر هذا كلام عمر ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني هذا أيضا معتقد العباس وعلي في عمر بحسب قول عمر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق هذا قول عمر عن نفسه هناك قولان قول علي عن أبي بكر وعمر وقول عمر عن أبي بكر وعن نفسه قول علي هو هذا أبو بكر وكذلك عمر هذا هو وصفهم كاذبان آثمان غادران خائنا أما عمر فإنه يصف أبا بكر ويصف نفسه أيضا فهما أبو بكر وعمر بهذا الواصف صادقان باران راشدان تابعان للحق هذا الاختلاف الشديد بغض النظر أن تأخذوا بكلام عمر أو أن تأخذوا بكلام علي هذا الاختلاف الشديد إلى أي شيء يشير إذا جمعناه مع اختلاف فاطمة مع القوم هناك اتجاهان هناك اتجاهان القرآن ميز لنا هذين الاتجاهين اتجاه الصحابة واضح لهم مدح ولهم ذن واتجاه القرب واضح له مدح فقط فهل أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نترك الاتجاه الذي مدحه فقط وأن نذهب إلى الاتجاه الذي مدحه وذمه في الوقت نفسه أم أن الله يريد منا أن نتمسك بالاتجاه الذي مدحه فقط وما ذمه في كتابه الحقائق واضحة واضحة جدا هذا الحديث بنفسه موجود في البخاري هذا الحديث بنفسه موجود في البخاري كتاب فرض الخمس الباب الأول باب فرض الخمس صفحة خمسمية وتسعة وأربعين رقم الحديث ثلاثة ألاف وأربعة وتسعين بسنده بسند البخاري عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس إلى آخر ما جاء من تفصيل الحديث الحديث هو هو لكن شيئا حذف منه الذي حذف من الحديث ذم أبي بكر وعمر وبقي المديح فقط والله يعلم إنه فيها هذا كلام عمر عن أبي بكر لصادق بار راشد تابع للحق ثم يتحدث عن نفسه والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق أما كلام العباسي وعلي عن أبي بكر وعمر فقد طار هذا الكلام تدليس البخاري هناك من علماء السنة من يتحدث وبقوة عن تدليس البخاري هذا شاهد واضح وواضح جدا هذه الحقائق ألا تستحق أن تقف عندها نذهب إلى فاصل الصورة الثالثة لازلت أقرأ عليكم من كتاب البخاري من صحيح البخاري كتاب الوضوء إنه الباب السابع والأربعون رقم الحديث مية وثمانية وتسعين في الصفحة التاسعة والأربعين من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل بسنده بسند البخاري عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت بغض النظر عن صدق هذه الحكاية أو عدمها لأن النبي استشهد في بيت فاطمة وليس في بيت عائشة بغض النظر عن هذه الرواية هي هكذا تقول نحن والبخاري أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت فأذن له فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين رجلين أي أن الرجلين كان يحملانه يحملان النبي ولذا فإن رجليه تخطان في الأرض فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس إنه العباس ابن عبد المطلب عم النبي بين عباس ورجل آخر هذه رواية عائشة التي ينقلها الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة فخرج النبي بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة نقل الكلام عن عائشة لمن لعبد الله ابن عباس قال عبيد الله فأخبرت عبد الله ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر هذا الذي ما ذكرته عائشة أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي عملية اخفاء ذكر علي كانت تجري على قدم وساق ولا زالت تجري على قدم وساق إلى يومنا هذا وما فتاوى مراجع النجف وكربلاء في أن ذكر علي الواجب في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة إلا هو جزء من هذا البرنامج ولكن بحسب الواقع الشيعي فهم لا يستطيعون أن يتصرف مثلما يتصرف نواصب سقيفة بني ساعد نواصب سقيفة بني طوس يتصرفون بحسب الأجواء التي يعيشون فيها هذا الأمر موجود على طول خط التأريخ إخفاء ذكر علي هذه الرواية مثال توجد روايات أخرى في البخاري نفسه ومن قبل عائشة في نفس هذا الاتجاه هذه صور بقايا بقايا هذه بقايا نحن لا نمتلك كل الصور هذه بقايا هذه بقايا من البقايا هذه بقايا من البقايا لكن الحقيقة تبقى فحبل الكذب مهما طال الزمان سيكون قصيرا الحقيقة ستقطعه أطال الزمان أم قصر حبل الكذب قصير لماذا هو قصير لأن الحقيقة في وقت من الأوقات ستجعله قصيرا في سورة الشعراء وفي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة وأنذر عشيرتك الأقرب هذه الآية متى نزلت هذه الآية نزلت في مكة وهذا أمر معروف عند السنة وعند الشيعة هذه الآية نزلت في أوائل البعثة قد يقول قائل من أنها نزلت في السنة الأولى وقد يقول قائل من أنها نزلت في السنة الثالثة فالنقل على القول المتأخر مراد المتأخر زمانا لأننا حينما نقول من أنها نزلت في السنة الأولى هذا هو القول المتقدم لنذهب إلى الذي يقوله أتباع سقيفة بني ساعد بحسب المعروف عندهم في كتبهم من أن الآية نزلت في السنة الثالثة من البعثة وأنذر عشيرتك الأقربين هي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة الشعراء مع أن الحقيقة ليست كذلك لأن هذا الإنذار كان سابقا لإنذار عامة الناس فإن النبي بدأ بإنذار عشيرته هذا الكلام في أول البعثة ولكن كما يقول سقيفي بني ساعد في السنة الثالثة أقرأ عليكم ما جاء في تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الثانية الفين وخمس ميلادي سوف لن أقرأ التفاصيل كلها لضيق الوقت وإنما أذهب إلى موطن الحاجة بالضبط صفحة 333 في حوادث ما قبل الهجرة لما نزلت هذه الآية على رسول الله وأنذر عشرتك الأقربين أمير المؤمنين يحدث عبد الله بن عباس دعاني رسول الله فقال لي يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرة الأقربين صنع لهم وليمة دعاهم الحكاية طويلة بعد ذلك قام فيهم خطيبا في عشرته بعد أن أكملوا طعامه وشرابه في الوليمة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله لهم وكان كل ذلك ب مساعدة علي الذي كان صغير السن في ذلك الوقت فمما قاله رسول الله لعشرته الأقربين بعد أن حدثهم عن دينه وعن بعثته وعن نبوته فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أمر الرسالة والنبوة والبعثة والديانة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم المراد من الأخوة هنا أخوة الإيمان أخوة الرسالة والنبوة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم قال أمير المؤمنين يقول فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا أنا الأصغر وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا هذه إضافة هذا كذب الرمص القذارة في العين حينما يستيقظ الإنسان من نومه هناك وسخ في موق العين هذا الوسخ الذي يميل لونه إلى البياض هو هذا الرمص أرمصهم عينا أو سخهم عينا هذه الإضافات إضافات ناصبية واضحة وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا كيف يكون علي الصغير أعظم بطنا من هؤلاء القوم الكبار كان صغيرا هذا في بداية البعثة حين بعث النبي صلى الله عليه وآله عمر الأمير كان عشرا من السنين وإنه وإني لأحدثهم لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا حتى لو كان كذلك الأمر ليس هنا فهو فهو الذي قام سيد الأوصية مثل ما قام في يوم الخندق حينما خاطب رسول الله أصحابه من يخرج إليه يخرج إلى ابن عبد ودن العامري وأنا ضامن له على الله الجنة فأطرق أطرق برؤوسهم الذي قام هو هذا نفسه فقام علي قال أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبة النبي أخذ برقبة علي ثم قال وهو واضع يده على رقبة أمير المؤمنين أو أنه رفع أمير المؤمنين عن الأرض من جهة رقبته فأخذ برقبته ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعه كان عمره قد بلغ بحسب ما هم يقولون أتحدث عن سقيفه بني ساعدة من أن الآية نزلت في السنة الثالثة من البعثة فعمر علي سيكون ثلاثا وعشرا من السنين الأمير يقول فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع هذا هو أول تبليغ لخلافة علي البيعة لعلي والتبليغ بخلافة علي كان منذ بداية البعثة حينما كان علي في العاشرة من العمر هذه الآية نزلت في أوائل البعثة في الأيام الأولى من البعثة حينما كان علي في العاشرة من العمر لأن الإنذار الأول كان لعشرته وبعد ذلك انتقل لعامة الناس هذا هو الموجود في تعريخ الطبري الطبري المتوفى سنة 310 للهجر هذا تفسيره تفسير الطبري الجزء التاسع عشر والجزء العشرون هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بتعليق محمود شاكر صفحة 141 من الجزء التاسع عشر في تفسير الآية وأنذر عشيرتك الأقرب صفحة 140 يبدأ الكلام إنه ينقل الواقعة التي هي موجودة في كتابه التأريخ الواقعة هي هي حيث أن النبي جمع قومه جمع عشيرته على وليمة إلى أن قال ما قال صفحة 141 ماذا ذكر الطبري بهذا الخصوص فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا لم يكمل الكلام الموجود في تأريخ الطبري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم على أن يكون أخي وكذا وكذا قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا ما فيه انتقاص يذكره المطبوع وأخمشهم ساقا والصحيح وأحمشهم ساقا أنا يا نبي الله أكون وزيرك فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا فاسمعوا له وأطيعوا وضعت بين الأقواس هذا يعني أنها في بعض النسخ ليست موجودة في تأريخه إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا الموجود هنا إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا في بعض النسخ قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع الحكاية هي الحكاية موقف عائشة هو هذا نفسه موقف الطبر وموقف الطبر هو هو موقف المراجع الطوسيين في النجف موقفهم من الشهادة الثالثة الحكاية هي الحكاية علي هو المشكلة علي هو المشكلة وعلي هو الحل علي هو الحل عند الذين يريدون الحق وعلي هو المشكلة عند الذين يريدون الباطل نذهب إلى فاصل الأمر لا يقف عند علي صلوات الله عليه الأمر يستمر مع أوليائه المخلصين الحكاية هي الحكاية لازلت معكم أقرأ من تأريخ الطبري هذا التأريخ الذي الطوسيون يستمدون ثقافتهم التأريخية منه ويستمدون ثقافتهم التفسيرية من تفسيره تفسير التبيان وتفسير مجمع البيان روح هذين التفسيرين من تفسير الطبري كم نقل ونقل الطوسي في تفسير التبيان عن الطبري تارة يصرح وأخرى لا يصرح يخفي الأمر وهو يأخذ التفسير من الطبري ولذا فإن الثقافة الطوسية القرآنية ثقافة طبرية وكذلك الثقافة التاريخية الطوسية ثقافة طبرية هذا هو الجزء الثالث من الطبعة نفسها من طبعة دار صادر صفحة 876 لما وصل الحديث إلى محمد بن أبي بكر إلى أحد أولياء علي المخلصين وذكر هشام عن أبي مخنف قال وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان ولي لما صار واليا على مصر فذكر مكاتبات جرت بينهما ماذا يقول الطبري كرحت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العام هل أنت مسؤول عن العام هذا البرنامج الشيطاني الذي يتحرك بيننا حينما نتحدث عن الحقائق يقولون هذا الكلام يجب أن يبقى بين العلماء هذه الأضحوكة والشيطانة هي هي أقرأ كلامه مرة أخرى أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاويته ابن أبي سفيان لما ولي لما صار واليا على مصر من قبل أمير المؤمنين فذكر من الذي ذكر؟ يزيد ابن ظبيان الهمداني فذكر مكاتبات جرت بينهما وهذا من مشايخ الطبري من الرواة الذين ينقل عنهم الطبري فذكر مكاتبات جرت بينهما مراد أن الطبري نقل عنه بالواسطة من مشايخه بالواسطة وذكر هشام عن أبي مخنف قال وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني فذكر مكاتبات جرت بينهما بين محمد ابن أبي بكر وبين معاوية كرهت الطبري يقول كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العام العامة لا تحتمل سماعها هكذا حرفت الحقائق المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع هذه النسخة بتحقيق سعيد محمد اللحام الطبري توفي سنة 310 المسعودي توفي سنة 346 للهجرة في الصفحة العشرين من الجزء الثالث المسعودي ذكر مثالا من هذه المكاتبات الطبري يتحدث عن العديد من المكاتبات المسعودي ذكر مثالا من هذه المكاتبات وَلَمَّا صَرَفَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المسعودي سني يقال أنه تشيع في آخر أمره لكنه سني هذه عباراته واضحة الشيعي لا يقول هكذا وَلَمَّا صَرَفَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ابن عبادة عن مصر كان والياً على مصر من قبل أمير المؤمنين عزله وأقام محله محمد ابن أبي باكر وَلَمَّا صَرَفَ عَلِيٌ رضي الله عنه قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ابن عبادة عن مصر وجه مكانه محمد ابن أبي باكر فلما وصل إليها كتب إلى معاوية كتاباً فيه من محمد ابن أبي باكر إلى الغاوي إلى الغاوي معاوية ابن صخر صخر هو اسم أبي سفيان هو صخر ابن حرب أبو سفيان إلى الغاوي معاوية ابن صخر أما بعد أذهب إلى موطن الحاجة لأن الكتاب طويل وقد رأيتك تساميه تسامي علياً وأنت أنت وهو هو من أنت حتى تسامي علياً وقد رأيتك تساميه وأنت أنت نعرفك من أنت وهو هو أصدق الناس نية وأفضل الناس ذرية وخير الناس زوجة وأفضل الناس ابن عم أخوه الشاري بنفسه يوم مؤته أخوه الإشارة إلى جعفر الطيار أخوه الشاري الذي شرى نفسه باع نفسه لله أخوه الشاري بنفسه يوم مؤته وعمه سيد الشهداء يوم أحد وأبوه الذاب عن رسول الله وعن حوزته فمن أبوك ومن أخوك وهذا الذي يريد أن يقوله محمد ابن أبي بكر لمعاوية وأنت اللعين ابن اللعين هذا أمر يعرفه محمد ويعرفه معاوية ويعرفه الصحابة لأن النبي لعن أبا سفيان ولعن معاوية ولعن يزيد ابن أبي سفيان كان أبو سفيان على الناقة وكان معاوية وراء الناقة ويزيد أمامها يقودها فلما رأاهم رسول الله قال اللهم ملعن الراكب والقائد والسائق الراكب هو أبو سفيان والسائق هو معاوية والقائد هو يزيد إنه يزيد ابن أبي سفيان الذي هو أخ لمعاوية وأنت اللعين ابن اللعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله الغوائل وتجهدان في إطفاء نور الله تجمعان على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبائل وعلى ذلك مات أبوك وعليه خلفته والشهيد عليك من تدنى ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق الذين هم حولك في الشام والشهيد عليك الشهيد على كل الذي قلته من تدنى ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق والشاهد لعلي مع فضله المبين القديم أنصاره الذين معه وهم الذين ذكرهم الله بفضلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار وهم معه كتائب وعصائب يرون الحق في اتباعه والشقاء في خلافه فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصيه وأبو ولده معاوية يعرف أن علي وصي رسول الله هذا الأمر يعرفه المسلمون جميعا ولكن الحقيقة طمست طمست هذا الكلام لو لم يكن معاوية يعلم به هل خاطبه محمد ابن أبي بكر بهذا الخطاب ووصيه وأبو ولده أول الناس له اتباعا لرسول الله وأقربهم به عهدا يخبره بسره رسول الله يخبر علي بسره ويطلعه على أمره وأنت عدوه وابن عدوه أنت عدوه رسول الله في الوقت الذي كان فيه علي هكذا وأنت عدوه وابن عدوه فتمتع في دنياك ما استطعت بباطلك وليمددك ابن العاص في غوايتك الحديث عن عمر ابن العاص عن هذا الأبتر ابن الأبتر عن ابن النابغة العاهرة القبيحة القحبة المعروفة هؤلاء هم الصحابة الكرام هذا ابن العاص لما ولدته أمه القحبة العاهرة المعروفة النابغة التي كانت من أقبر عواهر مكة قالت هو أشبه بأبي سفيان لكن أبا سفيان كان بخيلا كان بخيلا جدا ما ينقل عن كرمه كذب كذب كان بخيلا هذه العاهرة النابغة القحبة الفاجرة إنها أم الصحابي الكبير عمر بن العاص هي أعرف بالذين يزنون بها وبالقوادين من حولها من قوادي مكة ومن قوادي قريش فما ألحقته بأبي سفيان وإنما ألحقته بالعاص بن وائل السهمي الذي كان جزارا كان قصابا كان يحمل إليها بعض اللحم وبقايا الذبائح ويعطيها شيئا من المال فلذا قالت بأن هذا النغل الذي ولد عندها وهو عمر بن العاص هذا النغل هو ابن العاص من الزنا يا له من شرف عظيم هؤلاء هم الذين عادوا عليهم هذا هو الأبتر ابن الأبتر أبوه الأبتر وهو الأبتر أيضا الأبتر الذي ذكر في سورة الكوثر هو أبوه وهو أيضا وليمددك وليمددك ابن العاص في غوايتك فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى ثم يتبين لك لمن تكون العاقبة العليا واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي أمنت كيده ويعست من روحه فهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور والسلام على من اتبع الهدى فكتب إليه معاوية من معاوية ابن صخر إلى الزاري على أبيه الزاري إلى الذي يقبح أباه هذا هو الزاري الذي يعيب أباه إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه وما اصطفى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معا كلام كثير لك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله ومواساته إياه في كل هول وخوف فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فأحمد ربا صرف هذا الفضل عنك وجعله لغيرك فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلغ حجته وقبضه إليه صلوات الله عليه فكان أبوك وفاروقه فاروقه عمر فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه ابتز علي حقه وخالفه على أمره على ذلك اتفق واتسق أبو بكر وعمر ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهم به الهموم وأراد به العظيم أراد به العظيم أراد قتله وقتل أسرته وأحرق بيته فهم به الهموم وأراد به العظيم ثم إنه بايع لهما وسلم لهما وأقام لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما حتى قبضهما الله ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرهما فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي فطلبتما فطلبتما له الغوائل وأظهرتما عداوتكما فيه حتى بلغتما فيه مناكما فخذ حذرك يا ابن أبي بكر وقس شبرك بفترك الشبر هو هذا والفتر هو هذا فخذ حذرك يا ابن أبي بكر وقس شبرك بفترك إلى أن يقول أبوك يتحدث عن أبي بكر أبوك مهد مهادة وبنى لملكه وسادة فإن يكو ما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله فعب أباك بما بدى لك أو دع ذلك هذه حقائق المعلومات التي ذكرها محمد ابن أبي بكر عن معاوية وعن أبيه وعن أمير المؤمنين حقائق المعلومات التي ذكرها معاوية عن أبي بكر وعن عمر وعن أمير المؤمنين حقائق لو لم تكن حقائق ما ذكرها محمد ابن أبي بكر لمعاوية ولكذبها معاوية معاوية أكدها ولكنه تحدث عن أبي بكر وعمر وكشف الحقيقة هذا هو الذي يقول عنه الطبر فذكر مكاتبات جرت بينهما بين محمد ومعاوية كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العام لأن الحقائق ستتضح الأمر هو هو يجري في زماننا الآن وهكذا تحارب قناة القمر من قبل الطوسيين اللعناء وتحديدا من قبل المرجعية السيستانية اللعينة نذهب إلى فاصل الآية الآية السابعة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يشري يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هذا هو تفسير الطبري الجزء الثاني من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 387 في تفسير الآية التي قرأتها عليكم هكذا يقول الطبري من أن الآية نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري وجندب ابن السكن يبدو أن الواو سقطت من الطباعة يفترض أن تكون هنا واو واو لأن أبا ذر ما هو بجندب ابن السكن وإنما هو جندب ولكن ما هو بابن السكن جندب ابن السكن أحد أحد الصحابة نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري وجندب ابن السكن ونقل رواية عن رجل من أهل مكة أسلم فأراد أن يأتي النبي ويهاجر إلى المدينة فمنعوه وحبسوه بعد ذلك أعطاهم أمواله وهاجر إلى المدينة سمحوا له بعد أن أخذوا أمواله فلما دنى من المدينة تلقاه عمر في رجال فقال له عمر ربح البي قال وبيعك فلا يخسار قال وما ذاك قال أنزل فيك كذا وكذا فإن الآية نزلت في هذا الرجل وهناك كلام منقول عن الحسن البصري بخصوص هذه الآية أتدرون فيما أنزلت نزلت في أن المسلم لقي الكافر فقال له قل لا إله إلا الله فإذا قلتها عصمت دمك ومالك إلا بحقهما فأبى أن يقولها فقال المسلم والله لأشرين نفسي لله فتقدم فقاتل حتى قتل هذا هو الذي جاء في تفسير الطبري هذا تفسير الطبري هذا الدر المنثور الطبري توفي سنة 310 للهجرة الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي الشافعي توفي سنة 911 للهجرة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنه الجزء الأول صفحة 537 في تفسير الآية التي نحن بصددها إنها الآية السابعة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أخرج رواية من أن الآية في صهيب فذكر حديثا عن صهيب قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك والله لا يكون ذلك أبدا فقلت لهم أرأيتم إن دفعت لكم مالي تخلون عني قالوا نعم فدفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة إلى آخر ما جاء في هذه الرواية إنه صهيب وبقية الكلام في نفس هذا الاتجاه هذه الآية فعليا فعليا لا في صهيب ولا في غير صهيب هذه الآية فعليا مثل ما نقلت من كتب القوم سأنقل من كتب العترة هذا تفسير العياشي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية سأقرأ عليكم وأترك الحكم لوجدانكم ولإنصافكم هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان وهذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي صفحة مية وعشرين رقم الحديث ميتين وثلاثة وتسعين عن جابر إنه جابر الجعفي عن أبي جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال أما قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فإنها أنزلت في علي بن أبي طالب حين بذل نفسه لله ولرسوله ليلة الطجعة على فراش رسول الله لما طلبته كفار قريش قارنوا بين هذا الموقف وبين موقف صهيب أو غير صهيب من الذين تحدث عنهم الطبري في تفسيره وتحدث عنهم جلال الدين السيوطي في تفسيره أنقل لكم هذه اللقطة هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفسير آل علي صلوات الله عليه الطبعة طبعة ذوي القربة قموا المقدسة الطبعة الأولى صفحة 435 أذهب إلى موطن الحاجة لأن الوقت يجري سريعا لما أراد رسول الله أن يهاجر إلى المدينة وأراد من علي أن يطجع في فراشه فقال رسول الله لعلي هكذا يحدثنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فقال رسول الله لعلي أراضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلا أوجد من قبل كفار قريش وإنهم سيجدونك في فراشي أراضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك فماذا قال أمير المؤمنين قال بلى يا رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها تمتهنها تستعملها إما للركوب عليها أو لحمل الأغراض والحاجات أو لبعض الحيوانات تمتهنها وهل أحب الحياة إلا لخدمتك تذكروا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سألوه عن القائم فقال لو أدركته لخدمته أيام حياتي نور واحد ومنبع واحد وفكر واحد بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة إلى آخر ما جاء في الرواية المفصلة هذا هو الذي تنطبق عليه هذه الآية لكن القوم هكذا يفسرون القرآن أسألكم بإنصافكم ووجدانكم هذه المعاني تأتي منسهابة منسجمة مع القرآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء أمر ضهت الله والله رؤوف بالعباد هذا علي علي عبق علي يفوح منها يفوح منها من كل حرف من حروفها يفوح عبق الكرار من كل كلمة من كلماتها من ظاهرها ومن باطنها من تنزيلها ومن تأويلها علي هنا علي هنا العبق العلوي ينتشر انتشار هذه حقائق في أهم الكتب السنية في المكتبة السنية يقفزون عليها يقفزون عليها ولا يرتبون أثرا نفسيا وجدانيا ولا أثرا عمليا الحكاية الشيطانية هذه في أجواء سقيفة بني ساعد هي هي موجودة في أجواء سقيفة بني طوس عندي كلام كثير كلام كثير وقت وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله وتعالى ترجمة نانسي قنقر